حياكم الله وإلى الأخبار وفي خبرنا الأول نظمت مؤسسة سعي الوقفية لتأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي لعاقة ضمن إضاءات السعي اليوم بالرياض لقاء مع أبطال ذوي لعاقة تجاوز التحديات والصعوبات التي واجهوها مما جعلهم يحققون عددا من الإنجازات ويكونوا قدوة لزملائهم وصلت اللقاء الضوء على التحديات التي واجهتهم في مجالاتهم المختلفة والنهايات السعيدة التي تنتظر كل متحد للعاقة وظروف الحياة ليصبح ذلك الإنسان العصامي مشاركا في نهضة بلاده إضافة إلى تطوير مهاراته الشخصية والعملية وفي خبرنا الثاني نادي جدة للأخوت الذي يحتضن مياه البحر الأحمر بين ذراعيه ومن يمعن النظر قليلا سيرى تفاصيل المشروع الذي ينتظر أن يكون قيمة مضافة ضمن مشاريع موسم جدة القادرة على توفير حوامل الجذب لا تقاوم للزائرين سواء من زوار الداخل والضيوف أو السياح الأجانب ويستمد نادي جدة لليخوت جماله وأهميته من مكان الاستراتيجي الذي يقع في الواجهة البحرية بجدة كونها تعتبر أكثر مناطق حيوية وذلك على مساحة إجمالية تبلغ 112 ألف متر مربع